فكرة ان احنا جايبين الصورة كده في المونتاج وتحية لزملاء يعني في الاعداد والاخراج والمنتاج وللجميع فكرة ان احنا نقول ادي مصر دلوقتي وشوفوا مصر زمان اللي كانت اهدى وناس كانوا ارقى وحتى لما كنا في الاعلام نفسه وحتى في مجال الفن والسينما والكلام ده كله كان الناس ارقى واهدى والالفاظ نفسها اللي كنا بنقولها يعني حاجة تحزن شوية وتحسزنا ان احنا مش ماشيين في الطريق الصح ان شاء الله نمشي في الطريق الصح يعني نمشي في الطريق الصح ده بداية الحلقة النهاردة ان شاء الله ان احنا حطينا رجلين على اول الطريق اول الطريق زي ما احنا اتفقنا كده مع بعض علشان نبقى دي ارضية نبدأ بيها نبني ازاي يعني عايز انا عندي عيب معين في الاخلاق اصلاحه ازاي بالزبط هذا الوقت احنا هنقوله ان كلنا اتفقنا ان في مشكلة تمام وانا بأكر مثلا انا كمهند عندي مشكلة في الاخلاق اه بعمل صالحات وحسنات وبس في مشكلة عندي في الاخلاق دلوقتي غيبة اعمل ايه الاخلاق عندي خد بالك ان الاخلاق هي اللي هتنجيك يوم القيام يعني مش الكفة التانية اللي في الحسنات ترجع لا 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 حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بقية الحديث بقى فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسنات انت ظلمتني هنأخذ من حسنات الصلاة والصيام والزكاة فاذا فنيت حسناته الصلاة ايه والصيام ايه وا 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 ومع ان الصلاة والصيام والزكاة احنا اتفقنا ان هم بيدلون على الاخلاق الكريمة والتخلق بالاخلاق الحسنة يبقى أنا العبادة ما خلتنيش زو خلق ومع ذلك أزيد خلق الله وتعديد بالأخلاق الزميم يبقى أنا أول حاجة أعرف أنك رايح وهتتوزن الكفة طيب الكفة دي أنت عايزها إيه؟ أنا عايز فيها السدر عايز فيها الصدقية طيب أبقى صادق لما ربنا يقول لي أنت عملت الزنب الفلاني أقول له آه عملت الزنب الفلاني وتلاقي الآه من جواك النهاردة قبل ما تلاقيها أمام الله يعني دلوقتي الجهز دلوقتي التوبة من الآن اللي هو عدم الإصرار لأن عدم الإصرار للأسف دي كابسولة عامة لكل الزنوب والمعاصي بما فيها الأخلاق اللي احنا اتفقنا إن هي أساس الدين إن ما أصرش على غلط أصرش على غلط إنت كذاب لا تكذب